صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تنفيذاً للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد فقد تقرر ما يليه أولاً تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء من اليوم الأحد وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في السابع والعشرين من رجب 1441 للهجرة ثانياً تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة ثالثاً يبدأ تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة مساء اليوم الأحد وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في السابع والعشرين من رجب 1441 للهجرة رابعاً لا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناتة في قرار منع التجول مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضاعها الجهة المعنية وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه ضماناً لسلامة الجميع